اللي لازم يقدمها في حديث أنه هناك لقاءات تجري بين وفود من حزب الله مع قائد الجيش تحديدا بالملاف الرئاسي علاقة ممتازة بموضوع التنسيق بين حزب الله والجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني التنسيق أكد ممتازة نعم ولكن بالنسبة للرئاسي والتنسيق بين كل القوى السياسية وقيادة الجيش ممتازة حسب معلوماتي يعني نعم أنه انتلك منذ البداية الجيش لوجستيا وعدديا هو الحماية كل اللبنانيين وبالتالي حماية كل القوى السياسية وبالتالي ما فيه يكون طرف ضد طرف بأعتقد بأعتقد أنا نعم أنه حزب الله يفكر بمنطق السلة أنه رئيس جمهورية من هو رئيس الحكومة نعم شو موضوع مستقبل النفط والغاز هل أنه هذا الكونسورتروم النفطي والغازي بس بدون نقب بالبلوك تسعة لأنه إسرائيل اللي حصة فيه ويهمل البلوكات التانية نعم مثل ما قصة البلوك أربع قالوا ما فيه علما أنه نوفاتيك روسية وأنا سمعتها من مسؤول روسي من أحد أسباب مش بس العقوبات من أحد أسباب انسحابه أنه بالبئر الأول تبين بالبلوك أربع أنه فيه مخزون غازي تجاري هلأ رجعوا لنفس أنه ملقينا وأنه ما فيه شي مشجع بالبلوك أربع نعم أنه نركز على البلوك تسعة نعم بالبلوك تسعة السبب مش محبة باللبنانيين السبب الأساسي للاستعجال لأنه إسرائيل بدأ حصتها بدأ تمشي وتشتغل وتبيع حصتها بدأ حصتها من توطال من هذا الكونسورتيوم وحتاخد حصتها وحب تمسك وتذكريني والعطرة علينا كمان للأسف لأنه ما عنا دولي ما عنا سلطة عنا عصابة عما تسمسر مثل ما بتسمسر عصابة بالرئاسة بتسمسر بالغاز بتسمسر بكل شيء حزب الله باعتقاد يبحث عن سلة تشبه سلة الدوحة أو الزيادة وبالتالي إذا لقى أنه الديل أنه رئيس جمهورية لا نفترض قائد الجيش رئيس حكومة يرتاح إليه من يعني؟ يرتاح إليه في كثير أسماء من يفضل؟ ومن يطرح؟ ما بعرف أنا هني مين بفضله ولكن أنا عم بقرأ المشهد العام نعم بتعرفين إحنا ما علم نسمح لنا نفسنا أنه شوي مخضرمين بالصحافة بنقرأ الإشارات نبين أنه قوة الدفع التي أعطيت للنائف فيصل قرن إذن هو المرشح حاليا الأوفر حظا في حال كان هناك سلة كاملة؟ أهلما أنه ما تشيل من حسابك الرئيس نجيب ميقاطي نعم اسمه يطرح من جديد ومش عبثا أنه يتم توقيع اندمام الشركة الغازي القطري إلى الكونسورتيوم الغازي والنفطي برعايته وبإشرافه وكمان بالدور اللي اللعبه مع قطر ومع الفرنسيين بهذا المجال هناك معركة على رئيس الحكومة مخفية وفيما تحت الطاولة إذا صح التعبير فيه معركة على رئيس الجمهورية فوق الطاولة نعم وللأسف واللأسف المعركة على رئيس الحكومة لها طابع سياسي المعركة على رئيس الجمهوري لها طابع السمسرة والبيع والشراك للأسف للأسف الشديقت اليوم أيضا اللقاء الخماسي في باريس تشارك فيه الدول ولكن ليس من الموثلين من الدرجة الأولى أو من وزراء خارجي أقله هن مدراء وموظفين إلى أي درجة معقول يوصل أي شيء هذا اللقاء إلى وضع مواصفات المرحلة المقبلة أو مواصفات رئيس الجمهورية للأسف يا أكلارة نحن خسرنا مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان والتي كانت هي المظلة الدولية الحاملة للبنان وهذا اللي أنشئت بعد ما وصل الوضع للبنان تحديدا بعد اختيال اللواء ويسام الحسن أنه كنا راحين عفتني مذهبية يومتها صار فيه حراق بعهد الرئيس ميشيل سليمان وكان فيه حواليه مجموعة من المستشارين المهمين جدا اللي طرحوا سلسلة أفكار منها هذه الفكرة ونذكر كيف تم جمع سفراء مجموعة سفراء الدول الدائمة العضوية الموجودين في لبنان زائد الأمم المتحدة زائد الممثل الجامعة العربية كيف طلعت فكرة مجموعة الدعم الدولي نعم انتقلنا من مجموعة الدعم الدولي فيها كل الدول الأساسية إلى هذا اللقاء الخماس هذا من الإنجازات العبقرية اللبنانية من هلأ إنجازات مين؟ إنجازات هذه الطبقة السلسلة الموجودة كلها؟ كلها بدون استثناء